شكراً سيد الرئيس سيد الوزير في البداية بغيت نهنأكم من خلالكم الحكومة ونهنأ سيد الرئيس الحكومة وأسرة التعليم على الاتفاق 14 ناير التاريخي مع النقابات التعليمية الأكثر تمتيلية كان نهنأكم السيد الوزير لأن الحكومة بهذا الاتفاق استطعت أنه تحل مجموعة من الملفات العالقة اللي كانت عند الفئة التعليمية ولي كانت مطالب رئيسية النقابات والشغيلة التعليمية لسنوات طويلة أمام حكومات صماء اليوم هذه الحكومة بالفعالية ديالها نجحات أنه تصمت تسمع تلقى الحلول وكذلك توقف بذلك الاحتجاجات والاحتقان اللي كنا نشوفهم في الشوارع المغربية ولو كان هذا الشارع اللي قبلتنا سيد الوزير يتكلم وهو اللي كان شاهد على سنوات عجاف من التعامل مع الفئة التعليمية لو كان يهضر كنت تعرفوا السيد الوزير الحجم الإنجازات الكبيرة اللي قمتوا بها في هذا الإطار واللي ستسجل بمداد من الفخر في تاريخ هذه الحكومة ولو كان صفقوا عليكم من دبحت العام الجاي ما غديش يكون كافي لأنكم مجحتوا أنكم تحلوا مجموعة من المشاكل ترقية خارج سلام بالإضافة إلى الزيادات ترقية 3400 درهم إدارات تربوية ترقية بالشواهد مع تغيير الإطار كذلك ملف دكاتيرا التعليم المدرسي وغيرها من الملفات بالإضافة إلى أنكم مجحتوا أنه تفككوا قنبلة التعاقد اللي فجراتها الحكومة السابقة واللي ورتوها على الوزراء اللي كانوا قبل منكم وبالتالي سيد الوزير كنشوفوا بأن هذا الاتفاق سيكون إن شاء الله مدخل أساسي من المداخ الرقي بالمدرسة العمومية من جهة أخرى سيد الوزير ونحن نتكلم عن التعليم الرقمي لابد أن نرفع القبعة ونحيي عاليا أساتذة والأستاذات على المجهود الجبار اللي قموا بي في الفترة ديال الجائحة لأننا كنا كنشوفوهم كيتقاتلوا في الجروبات ديال واتساب كيديروا فيديوهات كيديروا كابسولات باش يضمنوا استمرارية ديال تم دروس لوليدات المغاربة بإمكانياتهم شخصية وبإمكانيات بسيطة وبالتالي سيد الوزير تجربة ديال كوفيد أبانت على أهمية ديال التعليم الرقمي ونحن عدنا كامل التقى فيكم أن الرقمنا في التعليم ستحدى بأهمية بالغة من طرفكم خاصة مع خارطة الطريق اللي اختارتوا لها العنوان من أجل مدرسة عمومية دات جودة لجميع واعتبرت أن الحلو الرقمية هي رافعة من أجل انتهت توقيت